في أيام النظام السابق لم أكن معارضاً في الخارج كنا معارضين في الداخل وكانت رؤيتنا الحقيقة أن يستقر العراق وأن يعيش شعبه بحرية وينعم بثرواته وأن يتخلص من السياسات العبثية ما حصل بعد عام 2003 بعد الاحتلال والغزو وتسليم العراق من المحتل الأمريكي إلى المحتل الإيراني كان أكبر ضربة قاضية والأسف الأحزاق التي تسترت بالإسلام وبالمذهب أساءت بشكل كبير لهذه الجهتين لذلك اليوم المطلب أن نضع المشروع وهذا السؤال جيد المشروع الذي تعبه المعارضة العراقية هو مشروع ليس مرتمي كما قلت فيه ونحن فعل الولايات الأمريكية ولا نفتح قنوات اتصال مع الجهات التي لا تريد الخير للعراق لكن المعروف أن المجتمع الدولي يعترف بهذا النظام القائم في العراق وهو وصف في آقة جلسة المجلس الأمن بينه نظام ميليشياوي وهذا ما سعينا له منذ تقريب سنتين أنا شخصيا لا أطمح للسلطة ولكن لدينا رؤية لكيف تكون السلطة هناك فارق ما بين السلطة والتسلط وما بين الحكم الرشيد وما بين الحكم الباغي هذه التعابير وهذه المفاهيم يجب أن يتلقاها ابناء شعبنا العراقي وبالتالي أنا الحقيقة مع أن يكون هناك شباب عراقيين يخرجوا من الساحات ساحات النضال ليؤسسوا الحقيقة إلى البديل الوطني وهذا البديل الوطني هو سوف يختار من يدير الشيء ولا يحكم فارق بأن تحكم أو أن تتسلط نحن لا نريد تسلط مرة أخرى على الشعب العراقي بمعنى أنه يأتي شخص أو حزب أو جهة تتسلط بأسم مذهب أو طائفة والعراق يجب أن يعيش مرة أخرى بوحدة مجتمعية وسياسية قادرة أن تنقله من هذا الخراب إلى ضبطة الازدهاب